السلام عليكم ورحمة الله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد في ألف رجل من أصحابه وفي الطريق إلى أحد انخذل عنهم عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الناس وقال أطاع صبياننا وعصاني والله ما ندري على ما نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس فرجع بمن اتبعه من أهل النفاق والريب فأتاهم عبد الله بن عمر بن حرام رضي الله عنه وقال لهم يا قوم أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم وقاتلوا في سبيل الله فأبوا فقال لهم أو ادفعوا يقصد بذلك ادفعوا عن أنفسكم وعيالكم الذل والهوان فقالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لسرنا معكم وما أسلمناكم ولكننا لا نرى أن يكون قتال فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الإنصراف عن المؤمنين قال لهم أبعدكم الله يا أعداء الله فسيغني الله رسوله عنكم ثم مضى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل قول الله تعالى وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للقفل يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون وتلك هي ثاني حكمة من هزيمة أحد وليعلم الذين نافقوا فميز الله تعالى المنافقين وكشف عما في قلوبهم من نفاق فأظهر المنافقين على حقيقتهم وكشف عن معادنهم وقلوبهم وذاك هو العلم الذي تقوم به الحج على المنافقين بأقوالهم وأفعالهم وقيل لهم تعالوا قاتلوا معنا في سبيل الله وذبوا عن دين الله حماية للدين وطلبا لمرضات الله فأبوا فقيل لهم أو ادفعوا عن أنفسكم وأهليكم وبلدكم عار الظل والهزيمة وكونوا عونا لنا وكثروا سوادنا فإن كثرة العدد تزيد من خوف الأعداء فأبوا ذلك أيضا وقالوا لو نعلم أنكم تقاتلون أحدا لكنا معكم عليهم ولا اتبعناكم وقد كذبوا في قولهم فقد علموا وتيقنوا أن المشركين قد أقبلوا في جيش عظيم قاصدين المؤمنين في بلدهم وجمعوا ما يقدرون عليه من الرجال والعدد والعتاد وقد امتلأت قلوبهم بالحنق والغيظ على المؤمنين بما أصابهم منهم وقد خرج المسلمون من المدينة وبرزوا لهم فكشف الله عما في قلوبهم من خبث وعما في نفوسهم من فساد وعن جبنهم عن لقاء الأعداء هم للكفر في هذا اليوم وفي تلك الحال أقرب منهم للإيمان فكل إنسان تتقلب به الأحوال فيكون في حال أقرب إلى الكفر وفي حال آخر أقرب إلى الإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وتلك إحدى خصائص المنافقين فالمنافق يظهر بالقول والفعل شيء ويبطن ضده في قلبه فإيمان المنافقين إيمان أفواه معدوم في القلوب لا أثر له والله أعلم بما يكتمون ويخفون في صدورهم من كفر ونفاق وكراهي للإسلام والمسلمين ودعونا نتوقف قليلا مع تلك الآية المباركة كشفت غزوة أحد عن معادن الرجال وميزت بين المؤمن والمنافق الإيمان يزيد بالطاع وينقص بالمعصية استمد العلماء من تلك الآية الكريمة قاعدة هامة وهي قاعدة ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما وفعل أدنى المصلحتين للعجز عن أعلاهما يعني إيه كلام ده؟ أمر المنافقون أولا أن يقاتلوا للدين فأبوا فأمروا أن يدافعوا عن أنفسهم وعيالهم فأبوا وللأسف الشديد هناك الكثير من المسلمين لا يحركهم إلا الحمية القبلية والتباهي بالعرق واللون وتلك هي حمية الجاهلية أما الحمية للدفاع عن الإسلام والمسلمين فتكاد تكون معدومة نسأل الله العافية والسلامة وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للقفل يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون